دلوقتي بنرحب بالزميل العزيز محمد الباز لتحليل أرقام الفرقتين النهاردة بسأل خير ومبروك يا محمد بسأل خير يا كابتن أيمن مبروك طبعا ألف مبروك بسأل خير على الكباتن طبعا قبل المباراة كنا بنقول فيه معطيات كتيرة جدا من الأرقام بنتكلم على الخصم الداخلية كابتن في 25 مباراة أحرز 12 هدف 12 هدف فيه منهم 8 من داخل منطقة الجزاء يعني خطورته جوه منطقة الجزاء مش عالية حتى فيه 4 من خارج منطقة الجزاء فريس تقبل 30 هدف شرحنا للفرص حتى التمريرات عنده التمريرات الصحيحة متوسطاتها بالمباراة 240 تمريرة شفنا دوت على البلد أب عندهم ما كانش فيه الشكل كبير في المباراة السابقة كابتن حتى التدرج بالكرة والتمريرات الكاثرة للخطوط ما كانتش الأخطر على العكس النهاردة في بعض أوقات المباراة بدأوا يمسكوا الكرة حنستعرض الأرقام ونحللها مع بعض ونشوف أن النهاردة كل المعطيات القبل المباراة بالأرقام كانت بتقول لنا أن التنبؤات المفروض أن الأهلي بالأهداف المتوقع والفرص أنه ينزل بسكور كبير النهاردة ولكن طبعا زي ما احنا متفقين وعارفين المتشاط دي بتبقى صعبة ما فيش ضغطات على الفرق في آخر الجدول فخلينا نبص على أرقام المباراة النهاردة 2 للأهلي طبعا مقابل 1 وصلنا الهدف رقم 40 كابتن وده طبعا بأعلى معدل تهديف من 18 مباراة 2.3 لاستحواز النهاردة للنادي الأهلي 64% مقابل 36% للدخلية التزديدات بقى 19 تزديدا النهاردة للنادي الأهل منهم أربع على القائمين والعرض يعني 3 خشبات النهاردة فيهم بس أربعة ولكن بقية التزديدات كانت من جنب العرضة تزديدات ضعيفة فلكن وصلنا الرقم كبير 19 تزديدا ناحي التانية الدخلية 5 شوفنا التزديد الوحيدة اللي هي تلعبت كفرصة خطيرة جدا حتى حصل منها الـ XG لهدف متوقع قد يصلوا الهدف الدخلية بالكورة اللي تلعبت كروس والعرضية وتلعبت طبعا جنب القائم مظبوط بالنسبة للنادي الأهلي قد نصل النهاردة يعني هدفين ونصل لتلات أهداف من واقع التزديدات والفرص الكثيرة دي بالنسبة للأهداف المتوقع نكمل ونشوف الشكل الهجومي النهاردة عندنا 14 فرصة 14 فرصة أربعة منهم كبشكل محقق النهاردة كان ممكن أنهم يترجموا الأهداف بالنسبة للناحية التانية الدخلية وما تلات فرص راحوا بيهم على المرمى كفرص بشكل عام الفرص المحققة منهم هي فرصة وحيدة كانت ممكن تترجم لهدف وشفناها اللي هي الكرة اللي كانت جنب القائم اللي تعبت بالرأس يعني التمرارات الصحيحة النهاردة تخيل إننا النهاردة الأهلي لعب وصل لفوق 600 تمرير منهم 560 تمريرة بشكل صحيح 86% الدقة بتاعتهم وحنشرح التمرارات دي كلها ونشوف الاختراقات كانت منين والتمرارات كانت فين أخطر حاجة في الملعب خاصة في التلت الهجوم ناحية التانية زي ما قلنا حتى في معطيات قبل المباراة إن الداخلية تمريراتها من أقل الفرق اللي بتلعب تمريرات حتى الاستحواز عندها كمتوسط في الخمسة وعشرين مباراة 39% فبالتالي من أقل الفرق اللي بتبسي الكورة حتى ما بنشوفش كنت بقول لحداتها قبل المباراة ده من بلعبوا اللونج بول أو حتى حرس المرمى بلعب على طول ضربة المرمى بشكل طويل قدام على طول فعندهم نسبة أوليلة جدا حتى تضكة عند تمريراتهم 75% هنا بقى اللي بنتكلم الموقف كان عامل إزاي التمريرات نرجع التمريرات اللي هي في التلت الأخير نرجع بس للقابل كده عند النادي الأهلي 57 تمريرة 57 تمريرة دولها كابت نايمان لو بنتكلم على خمس ممرات كان في خمسين تمريرة 25 من ناحية المين و25 من ناحية الشمال يعني اتخال تمريرات خطيرة جدا إن احنا توصلتنا في التلت الأخير الاختراكات حتى من العمك النهاردة بسبع تمريرات فقط للنادي الأهلي ده إجمالي وشرح 57 تمرير الناحية الثانية عند الدخلية كان عندهم بس عشرين تمريرة بشكل عام في التلت الأخير اللي هو التلت الدفاع عند النادي الأهلي نتكامل بقى عشان نشوف التمريرات الطولية زي ما احنا متفقين الواحد وستين تمريرة طولية لونج بول عند الدخلية النهاردة مشارك فيهم حارس المرمى بشكل كبير بدربات مرمى كور يعني ما شفناش حتى زي ما بنقول عدة تمريرات قصيرة إنهم حتى يبنوا الهجمة من وراء كان فيه لونج بول كبير جدا وواحد وستين تمريرة منهم عشرين بشكل صحيح بدكة 33% النادي الأهلي اللي لائعب النهاردة أربعين تمريرة طولية وده عنوان النهاردة حنترجمه حندل عليه ببعض الحالات لأن احنا عايزين نقف عند التمريرات طولية واللونج بول النهاردة كان فيه تعليمات بشكل كبير جدا إن الأهلي يستغل Via فالعبنا النهاردة أربعين تمريرة طولية منهم 16 بشكل صحيح بدكة أربعين في المية العرضيات النهاردة الكروسات عند دخلية 9 منهم 4 بشكل صحيح الدقة وسط 4-40% أما النادي الأهلي عمل نهاردة 23 كروس منهم 9 في شكل صحيح وبدقة 39% ركنيات 7 للنادي الأهلي مقابل ركنية وحيدة للدخلية كسب الكرة النهاردة واسترجاع الكرة كان شكل كبير عند الأهلي وده طبعا بدلل في التمريرات الكتيرة لفوق 500 تمريرة والاستحواز إن احنا تسيبنا وتسترجعنا الكرة النهاردة 105 مرة في أثناء المباراة الدخلية 90 مرة ولكن فقدان الكرة أو خسارة الكرة كان نسبة عالية جدا عند الدخلية كابتناك ده أرقام المباراة بعض الأرقام حناخدها وندلل عليها ونشرحها أثناء الحالات اللي بتدلل على الأرقام ولكن سريعا أرقام أكرم لأنها أكرم نهاردة حصل على طبعا رجل المباراة ولكن في بعض الأرقام المهمة جدا عند أكرم توفي النهاردة عايزين نوافع عليها لها تسعين دقيقة. هؤلاء لمس الكرة النهاردة 113 مرة. المرة اللي فاتت اكون مباراة الليافاة لكبتت لمس الكرة 92 مرة النهاردة مئة وتلاتاشرة مرة. بالنسبة للتمريرات عنده تمانية وتمانين تمريره واحد وتمانين منهم بشكل صحيح بدقة اتنين و تسعين في المية تطور عن المبارسة بكه رغم نوو المبارسة بكه كان رجل المباراة. ك skipping عنده تمانية وتمانين في المية نهاردة واحد اتنين وتسعين في المية فده بدلل ان خلاص عنا عنده سبع تمريرات بس بشكل غير صحيح. ان اكرم خلاص بدأ ان هو يمرر تمريرات صحيحة بشكل اكبر. لان نرجع بس سريعا للارقام اكرم لان عنده تمريرات مفتاحية. اه النهاردة شارك فيها اه يعني اربعة. كسب السنائيات بقى كابت انتخال النهاردة وصل لسبعتاشر التحام السنائي النهاردة كسب منهم عشرة بشكل صحيح. ناحية تاني الالتحمات الهوائية اشترك في ثلاثة وكسب منهم اتنين. عمل افتكاك لكورة او استخلاص لكورة النهاردة بشكل كبير جدا مع الاعتراضات. كان فيه تلاتة اعتراضات وتمانية افتكاك لكورة واعتراضات وبلوك. والنهاردة ان هو ساهم بشكل كبير جدا في انا متكلمش على معادلات الجارية. بتكلم على الاكشنز اللي هي من ناحية الدفاعية حتى في المساهمات الهجومية بالنسبة لأكرم. فبالتالي هو اعلى تقييم النهاردة. ايت بوينت سري. احسن تقييم. فبالتالي هو اخد احسن. يستحق. او رجل المباراة للمباراة التانية على على التوالي. اللونج بول شكلين بس في ارض الملعب. ده عنوانة كابتن ايمن. كان فيه تعليمات كبيرة لان اكتر ناس لعبت اللونج بول النهاردة فيه كاختراك في العمر كان امام عشور وكان برضه افشة. امام تخالي عمل اتناشر واحدة منهم تسعة بشكل صحيح. تسعة بشكل صحيح من اتناشر.